اهلا بكم الحريري الى باريس لفترة بعد ضغوط لبنانية اوروبية واتجاه الى تدويل الملف والاسرائيلي على لسان رئيس اركانه يرسخ عبر اعلام سعودي ما يحاول البعض نكرانه جزافا حول حلف موضوعيا استراتيجي على اكثر من صعيد بين الكيان المحتل والسعودية له بطبيعة الحال اهداف يرجح انها ستظهر تباعا في الافق غير البعيد في المقلب الاخر من المشهد دمشق نظمت الملتقى العربي لمواجهة الحلف الامريكي الصيوني الرجعي الذي شارك فيه ضيفنا هنا في الستيديو منصق الجبهة العربية التقدمية نجاح واكم اذا اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من اخر طبعا اهلا بك استاذ نجاح كنت في دمشق من البعض الذين التقوا الرئيس السوري بشار الاسد ماذا قال لكم الحقيقة الكل التقاه سيد الرئيس بشار الاسد في لقاء مطول ربما يعني رأيتم مداخلة مداخلة الرئيس الفترة الاولى ما اعرف اذا بثوا الجزء التاني اللي كان فيه مداخلات واسئلة والاخرية وكمان كان فيه اجابات كتير مهمة للسيد الرئيس هذا يا اللقاء التقى ثنائيا بس كان معنا الاستاذ جمال عبد الناصر حفيد الزعيم الكبير جمال عبد الناصر فالتقى فيه السيد الرئيس بلقاء ودي وفا ما كان فيه وفد يعني محدد انه التقى مع الرئيس كان كل المشاركين التقوا معه طيب ماذا قال لكم بالحقيقة بالدرجة الاولى ما هو هذا الملتقى الحقيقة الملتقى لا قبل ما هو هذا الملتقى عذرا للمقاطعة قال لكم كلام في الخاص غير الذي لا لا غير الذي نشر لا الحقيقة بالخاص لك ما كان فيه لقاء خاص ولكن ما قاله ردا على اسئلة طرحت بالسياسة كان مهم جدا مداخلته بالدرجة الاولى كان لطابع فكرة مهم حول مسألة العروبة ومستقبل العروبة الحقيقة يعني ما رح بحكي عن مداخلته اللي كلكم شفتوها لانه يعني قد ما يحكي عنه ما بيوفيح بهالمجال الضيئ اهم شيء خلال الاسئلة في عدة مسائل كتير ملفتة اولا حول موضوع الحلف الاسرائيلي السعودة قال سيد الرئيس وهذا صحيح ان هذا الحلف ليس جديدا ولكنه كان قائما منذ فترة طويلة يعني على سبيل المثال انه في العام 1967 السعودية كانت هي التي تدفع باتجاه الادوان الاسرائيلي على الدول العربية تحديدا على مصر سوريا السعودية كانت من ابرز المشجعين والدافعين باتجاه ايضا دور السعودية في ادوان 2006 على لبنان في عدوان 1982 على لبنان السعودية كانت حاضرة في كل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الامة العربية في موضوع تصفية القضية ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية هذه من المسائل التي اشار الى وركز عليها المسألة التانية يمكن بالسياسة انه سؤل حول موضوع استقالة الحريرة طبعا اشار بشكل سريع المسألة مش استقالة الحريرة يعني لا قرار لمن لا يملك امره والذي لا يملك امره مش بس سعد الحريرة اللي فوق سعد الحريرة هل السعودية تملك امره هل تملك القدرة على اتخاذ قرار فالمسألة انه يجب ان ننظر الى هذه الجزئيات في اطار المشروع العام الذي يدبر المنطقة بخصوص المشروع قلت انت من دمشق بانه هذا المشروع اصلا لم يكن يستهدف سوريا فقط ويستهدف كل الامة طيب هذه هي الامة المقسمة اصلا منذ ساكس بيكو بدأنا برأيك في هذه المرحلة الراهنة بتخطي مرحلة الانهيارات الكبرى اين وصلنا الان في الحقيقة انا قلت في مداخلة قصيرة قبل ان يبدأ السيد الرئيس المرحلة التي مرت بها الامة العربية خلال ست سنوات الماضية او ست سنوات ونصف منذ بدأ العدوان المتعدد للجنسيات على سوريا تشبه الى مدى بعيد حقب مماثلة عاشتها الامة في خمسينات القرن الماضي في تلك الفترة كان الهجوم على مصر او الاردوان الثلاثي على مصر يستهدف رجلا واحدا ويستهدف موقف حركة تحرر او قوة كانت رأي لي في مجال رفض المشروع الاستعماري وكانت تحمل افكارا حول موضوع التحرر في ذلك الوقت كانت كل الانظمة العربية اكرر كل الانظمة العربية كانت ضد جمال عبد الماضي وكانوا متواطئين مع الاستعمار وانذاك كانت مطروحة مشروعات الاحلاف حلف بغداد حلف الاسلامي مشروعات الاحلافات تماما كما هو مطروح اليوم وكانوا متيقنين بانهم سوف ينتصرون سوف يسحقون عبد الناصر ومصر وبعد ذلك يمسكون بالمنطقة بشكل كامل يعني مش هد يكرر نفسه بالضبط الفشل الآن اذاك ادى الى انهيار الاحلاف وإلى بداية تشكل حركة تحرر تنهار الاحلاف الان نعم نفس الشيء يعني لنتذكر كلام للرئيس اوباما قاله في اواخر يعني ربما من الالفين وتسعة الفين وعشرة قال بالحرف تقريبا ان الجغرافيا السياسية لكيانات المنطقة القائمة تستند الى نظام دولي انقضى الى النظام الدولي التي تشكلت بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية اذا الاساس الذي قامت عليه هذه الجغرافيا قد انتفى لذلك لابد من اعادة رسم جغرافيا المنطقة وفق تصور اميركا للنظام العالمي او الدولي العتيد ارادوا فعليا التركيز على سوريا سوريا قبل شن هذا العدوان عليها سوريا رفضت تصفية القضية الفلسطينية وهذا امر خطير بالنسبة لي له سوريا رفضت تغيير خياراتها الاستراتيجية يعني طلب من سوريا ان تفك التحالف مع ايران رفضت سوريا طلب منها ان تقبل باسقاط حق العوني من مبادرة السلام العربية رفضت سوريا طلب منها ان ترحل الغطاء عن المقاومة في لبنان وفلسطين ورفضت سوريا حاكموا امرات الى اخره كتوجت بهذا الهجوم المتعدد للجنسيات وانا اعرف والكل يعرف باتا يعرف انهم كانوا يراهنون ان سوريا سوف تسقط قبل نهاية العام 2012 لم تسقط سوريا هذا سوف تكون له نتائج كبيرة تماما كما النتائج التي ترتبت على صمود مصر في العام 1956 يعني نتيجة سمود مصر في العام 1956 كان اول شيء سقطه واحد في فغداد واول من دفعه هذا السردى التاريخي جميل جدا ومهم جدا للربط والاسقاط على المشهدية الحالية لكن الان ما الذي انتهى فعلا وما الذي بدأ الان ما انتهى هو المشروع الاميركي الاصلي بسيطرة على كامل المنطقة وتفتيت كل هذه الكيانات الان الولايات المتحدة تتجح نحو هدف بديل ما هو الهدف بديل وهو هذا الحلف الذي بدأ تظهيره ويسرعون الخطة باتجاه الاعلان عنه وهو الحلف الاسرائيلي السعودي الرجع على كل حال هذا الحلف سنتحدث عنه بتفصيل بعد قليل خصوصا عندما نأتي على ذكر مقابلة ايزين كوت الاخيرة مع وسيلة اعلام سعودية نرجع الحديث هذا الى ما بعد الان ما الذي ينحوم باتجاهه واولا تظهير حلف جديد ثانيا الدول الاميركي بالمنطقة الان عندما نتحدث مثلا على البكمال ام المعارك يسميها محور المقاومة لانها ستكمل في كسر المشروع كما يعتقد هذا المحور الامريكي لكن الامريكي فعليا يحاول ان يلعب على هذا الوتر بعرقلة هذا التحرير طيب اسمحي دور الامريكي الان في المنطقة الى اين وصل اميركا الان هي التي تدفع كما قلت باتجاه قيام هذا الحلف وعندما نقول هذا اولا لا يوجد شيء ثانيا كل شيء اخر هو بالتبعية لهذا الهدف يعني هذا يستدعي بالضرورة من اجل قيام هذا الحلف ان تجري تصفية القضية الفلسطينية كان من اجل قيام المشروع الكبير كان لابد من تحطيم سوريا لن تتحطم سوريا الاميركي يعرفون انهم لا يمكن ان يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء ما يفعلونه في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي هذا السياق نضع هذه الخربطة استقالة الحريري وغير استقالة الحريري وكلام السبهات كله نحطه تحت هالعنوان ان اميركا اليوم تريد اشغال محور المقاومة حتى يتسنى لها تظهير حلف الشرق الاوسط الجديد سوريا منشغل المقاومة منشغل الى اخره بمشاكل يعني على سبيل المثال اعود الى موضوع سوريا هم يعرفون انهم لم يعود بامكانهم لا اسقاط سوريا ولا اسقاط النظام في سوريا ولا اسقاط رئيس سوريا وليس بامكانهم لا تقسيم سوريا ولا نيل اي حصة في النفوذ في سوريا هم يعرفون هذا لكنهم لا يزالون يقدمون المشاريع مشروع بالامس سقط بالفيتو الروسي كل ما يحاولون الان في سوريا تماما كما كان موضوع العراق وموضوع كردستان كل هذا من اجل اشغال هذا المحور حتى يتسنى لهم خلال الاشهر القليل المقبلة يعني وانا اتوقع انهم ينقون الاعلان رسميا عن هذا الحلف في القمة العربية المقبلة في الرياض في اواخر الادار نعم الاعلان رسميا الان في القمة بالضبط يعني في القمة العربية المقرر عقدة في الرياض اواخر شهر ادار المقبل هم يريدون اشغال لبنان يعني ما جرى هو لارباك الوضع السياسي في لبنان القول ان لبنان دولة فاشلة وتسهيل ضربة كما سوف اتحدث بعد قليل ان سوريا المنتصرة اعاقة دورها على الصعيد القومة هو في زيادة اشغالها في الداخل يعني دعم المجموعات الارهابية تقديم مشاريع في مجلس الامن على غرار المشروع الذي سمعنا عنه بالامس يعني تأخير اعلان انتصار سوريا حتى يتسنى لهم الاعلان عن الحلف مثلا في موضوع العراق يعني موضوع اولا يعني بتسمحي لي انا مع شعبنا الكردة بس بحب الفت هذا الشعب الشقيق والصديق والعظيم انه فرق كبير بين الحقوق بين انت تحول الحقوق الى وظيفة تؤدى لمصلحة اعدائنا واعداء الشعب الكرد ما مكان الامر في العراق كانوا يتوقعون ان يكون موضوع اعلان الدول الكردية مسألة تشغل سوريا وايران والعراق والاخرية قضي عليها ب48 ساعة ولكن كل هذه المحاولات كما قلت يعني مثلا منع او محاولة اعاقة الجيش السوري انه يوصل للحدود العراقية كله من اجل اشغال سوريا واستنزيف سوريا حتى لا تتمكن سوريا المؤهلة لان تكون رأس الحربي في مواجهة الحلف العثير هذا تشخيص جيد جدا يعني مفيد جدا فعليا منذ بداية الحلقة حتى الان على المشهدية بشكل كلي ندخل اكثر الى التفاصيل في الملتقى الذي حضرتموه وشاركتم فيه في سوريا كان هناك اربع ورش عمل ما هي ورش العمل تحدثنا عنها اكثر نعم بالضبط يعني بهذا الملتقى كان فيه ثلاث مسائل مهمة اولا مجرد عقله فيه دمشق طبعا الاتراح اجا من الجبهة العربية التقدمية ولكن ايضا قبول سوريا او استضافة سوريا لهذا الملتقى له معنى سياسة شك طيب المسألة الثالث الملتقى جاء نتيجة قرار اخذته الجبهة العربية التقدمية وهو انه كيف نواجه ما هو آتن مشروع قيام الحلف هذا واللي جزء منه تصفيد القضية الفلسطينية ولكن هذا الملتقى اهميته الثالثة هو لم يكن مظاهرة خطابية لم يكن مهرجانا خطابية جيد ما نتعودنا على الشعارات ما راح معين اهم شيء حصل في الملتقى هو ورش العمل التي اشرت اليها الغاية من هذه الورش هي كيف ننظم اطر لتفعيل نضال شعبنا في مواذق جهة هذا المشروع كان فيه اربع ورش عمل الشباب الاعلام وكلنا يدري اهمية وخطورة دور الاعلام طبعا المسألة الثالثة المنظمات والجمعيات والناشطين الذين يعملون في مقاومة التطبيع واربع دور النقابات العملية تحديدا ووضع برنامج عمل لكي نعمل في جميع هذه المجالات الهدف هو مواجهة او اطلاق النار على هذا الحلف هذه النقاط الاربعة او الورشات العمل الاربعة فعلا هي كلها مهمة لكن يلفتني المشروع الرابع او الورشة الرابعة وهي النقابات العملية معروف بانه النقابات العملية فعليا في كل البلاد العربية هي نقابات معطلة تعمل لصالح احزاب لصالح يعني طبيض وتلميع بعض صور المسؤولين ما هي الخطوط الاولى التي رسمتموها لتفعيل فعلا ما يسمى النقابات العملية اقول لك بداية ان تدمير النقابات العملية في الوطن العربي كان سياسة طبعا واذا أردت ان اخذ المثال اللبناني اول شيء قامت به الحكومات انذاك ولا ننسى تلك الحكومات كانت تعمل من اجل اعداد لبنان لما يسمى السلام مع اسرائيل كان تدمير مؤسسات المجتمع هدف اساسي واهم النقابات العملية اذا احياء هذه النقابات هو في مصلحة قضيتنا وفي مصلحة مشروعنا ولكن ايضا لا ننسى هناك نقابات واتحادات نقابات عربية فاعلة جدا على سبيل المثال الاتحاد التونسي للشغل هو اكبر من اي حزب قد تكون هذه الحالة شبه الوحيدة الفاعلة الى حد المغربي للشغل قوي جدا الآن طبعا انا بقولك الاتحاد العمال العام مثلا في لبنان جيد ولكنه ضعيف في مصر كذلك الامر طب بعيدا عن التصنيف الآن ما الذي ستفعلونه لتطوير العمل النقابي فعليا يعني هني حاطين خطة ولكن دعيني اقول لك انه الشعب جمالا موجود في عدة اطور يعني مثلا شعبنا اما عمال طبعا مثل موضوع الفلاحين وإلى آخرها سوف يحظى بعناية ولكن ما كانت امكاناتنا بتسمح لنا نوسع كتير ولكن جزء كبير من شعبنا عمال طيب دور هؤلاء العمال وهم متضررون من السياسات المالية والاقتصادية التي يمليها البنك الدولي والغرب والاستعمار طيب هؤلاء يمكن اذا تضافرت جهودهم ان يلعبوا دورا مهما في مواجهة هذا الحال وأعطي على سبيل المثال بأيام الرئيس جمال عبد الناصر الولايات المتحدة الأميركية منعت تفريغ باخرة ومشهورة قصة الباخرة كيلو باترا كان رد النقابات العملية بالوطن العرب منع تقديم الخدمات لأي طائرة أو شفينة أميركية تراجعت الولايات المتحدة نحن نملك القوة ولكن هذه القوة يجب أن نجد لها الأطر وأليات العمل بحيث تكون فاعلة وتخيف الأعداء تبقى تنسقون فيما بعد يعني مستمر التواصل ما بين طبعا الحضور الذين كانوا موجودين وشكلوا هذه الورش ورش العمل يعني بالورش كان العمل منصب على وضع برامج عمل قصيرة المدى يعني مش مطلوب يعملوا ورش عمل خطط لمدة عشرين سنة ولكن في عنا ست شهر حاسمة بهالست شهر كل واحد شو بيقدر يعمل فورش العمل كانت أنه مثلنا على صعيد الشباب بهالست شهر ما الذي يجب أعداده بحيث أنه الشباب في الوطن العربي يكونوا مؤهلين لمهاجمة هذا الحلف ومنع قيامه في كل الدول العربية على صعيد مثلا الأعلام الوصول للرأي العام طبعا نحن نعرف في وسائل الأعلام شريفة بالوطن العربي ولكنها قليلة جدا صوري أنه 95% أو تقريبا نسبة قريبة من هذا 95% من وسائل الأعلام بالدول العربية تتمول من هذا النفط الخليجي وتحديدا السعودي القدر طيب شوفينا نعمل نحن ما فينا نجاريهم بهذا ولكن وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال هذه وسيلة كتير أوية إذا نحن أحسن استخدامها فكان عمل هذه الورشة منصب على هذا الجانب مثلا لكن على هامش الكلام الذي قلته ولو تعليق وسيط أنه فعلا على محور المقاومة أن يتوجه أكثر باتجاه الإعلام لجهة حتى الدعم المادي لأنه كما قلت هذه القنوات قليلة هذه القنوات ماديا غير مدعومة كما هي مدعومة وسائل الإعلام التابعة للخليج أو الممولة خليجيا يجب أن يكون هناك توجه أكثر لدعم الإعلام المقاوم إن جازنا هذا التعبير مديا هذا تعليق على هامش ما قلته لكن تحدثت عن الأهداف السياسية لكل هذا الملتقى بس بهذه الملتقى دايما يلي ما بده يشتغل بيلاقي ذريعة لعدم الشغل وغالبا الذريعة تكون ما عنا إمكانات هذا مش صحيح يعني مثلا قلت أنه دعم هالوسائل الإعلام من قبل من خلينا نشوف هالمطلوب من سوريا مثلا أنه توفر إمكانات مالية قد السعودية لدعم وسائل الإعلام ما بتقدر هالمطلوب من المقاومة ما بتقدر أكيد حزب الله ما عنده إمكانات مالية لا قد السعودية ولا قد قطر ولا قد كل هال ما في كلمة نحكي عنه فما منوص أنا لا أقارن ما بين التمويلين لكن لكن نتحدث عن ضرورة في مثلا الدعم المادية الدائم لمثل هذه القناة أنا بقلك شيء بالنهاية يعني هذا مشروع كامل اسمحي لي شواء الدعم بيكون عن طريق ابتكار الأفكار هذه وسائل التواصل الاجتماعي أوقات يعني بيكون عليها أشياء سخيفة ولكن وقت اللي بيكون في عقول مرتبة عم بتدير حملة هادفة ما في شك أنه بيكون فعلة كبير أنا بقلك على سبيل المثال وطبعا يعني إن شاء الله إخواننا اللي كانوا قيمين على هاللجنة مثلا بالكلام اللي قالوا الرئيس الأسد مبارح في مادة كتير غنية كيف بيوصلوها للناس هايلي ما شغلت أنا مثلا أنا ما بعرف أنا بعرف عمل بعرف أحكي معي بس هني بيعرفوا أكتر كيف يوصلوها يعني نحن أول شي نحن على حق نحن مع وطننا نحن أصدق نحن اللي عم نطرح بلائم مصلحة شعبنا وضمير شعبنا طي فنحن عنا وسائل يعني نحن عنا أسلحة قوية وهني عندهم أسلحة قوية إذا استخدمنا أسلحتنا بشكل كاف ونحن نربح عليهم نحن ننتصر عليهم طيب نخرج من هذه النقطة المتعلقة بموضوع الدعم فعلا لأنه لدينا كوادر قوية جدا في هذا المحور إن كان في سوريا ولا لبنان ولا أي دولة عربية لكن دائما أي وسيلة كي تستمر بنجاح مطلوب الدعم المادي ما فينا ننكر هذا الموضوع بكل الأحالات قلت أنه مواجهة الحلف الذي سيعلن عنه فيما بعد ويتكشف الآن يعني يكشف المستور عنه أكثر هو من أهم أو الهدف الرئيس كان لورش العمل هذه للملتقى هل من أهداف أخرى على المدى المنظور نلخصها بسرعة كي ننتقل للملف اللبناني هو العنوان هذا الحلف مواجهة هذا الحلف وقت اللي بنقول مواجهة هذا الحلف وقت اللي بندعم مقاومة الشعب الفلسطيني منكون عم نواجه الحلف وقت اللي بنمنع انجرار لبنان لخربطة وفتنة منكون عم ندعم هذا الحلف يعني كل الأهداف اللي رح نسعى لتحقيقة هي محكومة برؤية واحدة أو بهدف واحد هو منع قيام هذا الحلف أو إسقاط هذا الحلف هو عمليا قام الأعلان عنه مثل ما قلت لك ولكن إسقاطه كتير ممكن طيب تبقى معنا بطبيعة الحال قسم الثاني بعد هذا الفاصل نتوجه أكثر نتحدث عن الملف اللبناني بكل تفاصيله وبكل ما وصل إليه حتى هذه الساعة إذن مشاهدنا فاصل قصير ونعود من جديد الاستكمال آخر طبعا يبقى ومعنا من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى القسم الثاني من حلقة آخر طبعا لهذا اليوم نجدد ترحيب بطبيعة الحال بالأستاذ نجاح وكيم المنسق منسق الجبهة العربية التقدمية من جديد أهلا بك أستاذ نجاح نستمع فعليا إلى فقرة إقراء الحدث من ثم نعود كما قلنا قبل الفاصل لنبأ بالدخول أكثر إلى تفاصيل الملف اللبناني إذن مشاهدينا إلى إقراء الحدث الاتحاد اللبنانية هبوط سعودي اضطراري في الإليزي مع وصول الرئيس سعد الحريري المرتقب إلى باريس السبت تكون أحدى حلقات عشر عبيد صغار المدبلج سعوديا قد انتهت لينتقل رئيس الحكومة المحرر إلى حقبة سياسية وشخصية أخرى ربما تشكل امتدادا لكوابيس الرياض أو مدخلا نحو معادلة جديدة مفاعد العودة المتوقعة الحريري لن تنحصر في مجال تحديد مصير التسوية الداخلية واتجاهات المرحلة المقبلة إنما تشمل أيضا جانبا دقيقا يتعلق بكيفية التعامل مع البيئة السياسية التي كانت مقربة من رئيس المستقبل أو صديقة له قبل أن يخوض تجربة الاحتجاز في المملكة وتقول مصادر موثوقة في المستقبل للصحيفة إن ما حصل مع الحريري الأسبوعين الماضيين سمح بغربلة محيطه القريب والبعيد وفرزه بين الأوفياء والخونا لافتة الانتباه إلى أنه يمكن تصنيف الذين تخلوا عنه إلى هذه الفئات المتأميرين والمتخاذلين والمستفيدين وتؤكد المصادر أن الانقلاب السعودي على الحريري فشل لكنها لفتت الانتباه إلى أن التواصل معه في الرياض لا يزال متعذرا بالمعنى السياسي وأن أي اتصال به عبر الهاتف أو الرسائل النصية يقتصر على المجاملات الشخصية من نوع توجيه التحية أو الاطمئنان عليه واشنطن بوست ولي العهد السعودي يحاول الحد من الأضرار ديفيد أغناتيوس بعد أسبوعين تقريبا من التفجير السياسي المزدوج الذي هزل الرياضة يبدو ولي العهد محمد بن سلمان كمن يحاول احتواء الأضرار بطرق قد تساعد على استقرار السعودية والمنطقة القنبلة الأولى في العاصمة السعودية كانت اعتقالات الرابع من تشرين الثاني نوبمبر على خلفية قضايا فساد الآن بدأ محمد بن سلمان عملية لتسوية العديد من هذه القضايا خارج المحكمة أما القنبلة الثانية فكانت استقالة الحريري بيد أن الفصل المرتبط بالأخير أقنع واشنطن والرياض أن مصالحهما تكمن في استقرار لبنان لا في عدم استقراره حتى لو أن مثل هذه السياسة اتطلبوا بعض التعاون مع حزب الله مسؤول سعودي قال للصحيفة إن المملكة تخطط للعمل مع الولايات المتحدة لدعم المؤسسات اللبنانية مثل الجيش بما يمكن أن يقلل تدريجا من قوة حزب الله ورعيته إيران حيث يبدو أن محمد بن سلمان اعترف بأن مواجهة حزب الله هي استراتيجية طويلة الأمد استقالة الحريري والإقامة الجبرية التي يبدو أنه وضع فيها جعلت منه بطلا ورمزا في لبنان ما قد يمنحه بعض النفوذ لدى عودته إلى بيروت مصادر لبنانية قالت للصحيفة إن أنصار الحريري قد يحثون حزب الله على سحب مقاتله من اليمن كبادرة تضامن كما سيبذل الحريري جهودا للحصول على الدعم الدولي للبنان عسكريا واقتصاديا أستاذ نجاح الرئيس بري قال إن أزمة شخص الحريري قد انتهت تقريبا لكنني أخشى أن الأزمة السياسية بدأت الآن برأيك ما هي ملامح الأزمة السياسية؟ ما بعرف شو ملامح الأزمة السياسية ولكن الأزمة السياسية بحقيقتها ما هي؟ يعني ما بعرف نحنا أحيانا منحب أفلام البنك قصت الحريري شوي طيب يعني السعودية عم بتقول هذا لا إلي أنا وظفته رئيس حكومي أنا بديشيله فإذا بتعترضي بتكوني عم تدخل بالشؤون الداخلية للمملكة ما هيك؟ هادي واحدة سؤال الثاني لو المملكة قالت لسعد الحريري بعتت له بيان إنه بتطلع على قصر بعبدة وبتقرأ مثل ما هو وبتنزل كان قال لا شيء أكيد ما كان قال لا طيب ليش صار هيك؟ أول شيء كان هاي المسألة كان إلا غرض سياسي ولكن كان الإخراج بالغ السوق لأنه في الرعوني والصلافة تبع هولي السعوديين وقلبت المفاعل على السعودية؟ ما كتير ما نفكر إنه كتير المسألة كانت سيئة الإخراج ماذا تريد السعودية؟ السعودية منذ مدة تحاول إقناع أو تسهيل عملية إنه إسرائيل تضرب حزب الله إنه طيب هايلي شو مستلزماتها؟ الفلوس مندفع طيب هايلي إلا شروط بالداخل اللبناني كان من ضمن شروط الفتنة الفتنة انتفت إمكانية إحلاف فتنة مسلحة بلبنان انتفت خاصة بعد معركة الجرول فإذن لابد من أزمة سياسية تغيب فيها الدولة حكومة ما فيه أصلاً إحنا حكومة يعني نحن النظام اللبناني النظام الطائفي في لبنان هو الذي يستدعي كل التدخلات الخارجية يعني لأنه توزع الحصص بيختلف السلطات بيجي عبر السفارات واللي بقول غير هايك بيكون عم بيكابر مهما كان الأمر فإذن لازم يصير أزمة سياسية تسقط الحكومة دولة ما فيه هذه الأزمة كمان يعني استدعاء سامير جعجع وسامي الجميل والبطرة لعزل ميشيل عون يعني لن تكن فقط بوجه مقابلة تباسيل للمعلم المسألة أن السعودية تريد إسقاط الدولة في لبنان أو يكون لبنان دولة فشلة هالشي قد يشجع إسرائيل على أن توجه ضربة لحزب الله هاديها وقصة عملوا إخراج سيء مثل ما قلت لك يعني كان بنا لم يستدعوه ويحتجزوه عندهم بدون احتجاز ما هو محتجاز حتى قلت لي بيكون بلبنان بيكون محتجاز وقلت لي بيكون بفرنسا بيكون محتجاز عندهم لو يقولوا له خادها الورقة وقراها بالأصل الجمهوري شو ما كانت أكيد ما بيقدر يغير فيها حرف طيب السيناريوهات المتوقعة الآن الحريري إلى فرنسا سيعود إلى لبنان هل يمكن أن يكلف من جديد فعليا أم أنه الأمور تتجه إلى تكليف شخص آخر يعني يكلف حتى كردة لبنانية على محاولة السعودية القيام به لا كتلك قد ما هي الاستقالة مش مهمة بحقيقة مش مهمة المشكلة اللي كانت عم تريد السعودية تفتحه هو المهم قد ما هي الاستقالة مش مهمة إزاحته مش مهمة رده مش مهمة كله هنا ما بيغير شي بالمشهد بيغير بالشكل هي تريد أزمة سياسية في لبنان هذه الأزمة جرى تعطيلة لأنه كان الإخراج من عندهم سيء يعني تعطيك مثل ما علي شيء ما علي شيء اسمعي لك لو أنه نأذكب شوي كانوا بيقعدوا سعد الحريري لهاون وبيقولوا لو باجتماع لمجلس الوزراء بيطرح أي قصة بتعمل مشكلة يعني على سبيل المتالي طب لماذا استدعوه إلى الرياض لك؟ لأنه نغشم فقط؟ هذا ليس لإرسال رسائل نحن نستطيع حتى هذه الساعة التحكم في الملفات اللبنانية؟ هن يعني نفوذهم في لبنان معروف إلو النفوذ يعني بدوني أكدوا ليش أنا برأيي صلافة ورعوني وغباء يعني اسمحي لي طب هذا بالنسبة للسعودية لأنه عندي وقت معين تفضل لو مثلا مش عم بيقولوا في اللجنة الوزارية لبحث موضوع تنفيذ قانون الانتخاءة آخر لو يجوا يقولوا لو بتروح بتطرع حيدي وتعمل أزمة وعلى هالأزمة بتقول ما عد فيها عمل حكومة يكون فيها حزب الله ما هيك؟ كانوا عملوا انقسام بالشارع اللبناني خاصة لأنه نحن بنعرف العصبيات والآخرين الطريقة اللي عملوها انقلبت عليهم طيب مشان نستفيد من الوقت أكتر لو سمحت سألتك سؤال أنه الحريري يمكن أن يكلف الآن من جديد أم أنه سينحى إلى شخص آخر بغض النظر عن رأيك أنه الموضوع ليس لم يكن مهما فعليا حول شخص الحريري الموضوع هو الأزمة التي تراد للبنان بدي أسألك أنا بدي أجاوب بسؤال إذا كان الحريري أو كان فؤاد سانيورا أو كان أشرف ريفي أو كان إلى آخره ما عد مهم الأسم طيب السؤال هل يكون هل يأتي رئيس حكومة صناعة سعودية أي أو لا هذه المسألة طيب سيأتي صناعة سعودية جديدة حتى الآن الآن السعودية انكفأت أكثر لأنه حتى يعني متبنين المشروع السعودي الآن تقريبا هناك نسبة كبيرة انقلبت عليهم بعد ما فعلوه بحليفهم مين اللي انقلب؟ اللي اللي سمي لحدا من اللي انقلب؟ فيه طلع طلع بيان المستقبل كله صار فيه إجماع وطني يعني من المرات القليلة حول هذا الموضوع لم نرى سوى أصوات مشاف قليلة ما زالت تدافع عن السعودي اسمحي لي شوهي بيان المستقبل انه فيه بجانب ما شكوى يعني مثل انه ولو هكذا تعملوا فينا بس بالسياسي شو قال بيان المستقبل هاجم كل واحد بنتقل السعودية مضبوط؟ لا بلى عطيني شو قال ما اللي قرأناه ببيانات المستقبل انا كان اليومين غايب يعني بارح جيد بس اخر بيان شفته للمستقبل قبل ما اطلع هجوم علي بهاجم السعودية طيب وممكن ان يكون ذلك في احدى المناحي وفي البيانات الثانية صحيح طيب انه هولي بنو نسيئه للعلاقة الاخوية العلاقات الابنان العربية والعلاقة الاخوية بالمملكة العربية السعودية علاقة اخوية بيننا وبين السعودية ومش علاقة اخوية بيننا وبين سوريا طيب برأيك فرزت هذه القصة يعني مؤيدين او من هم حول الحريري ما بين الخائن له والملتف حوله والمتآمر عليه يعني شاهدنا على تويتر حتى مثلا فارس السعيد يضع تعليق معين مع صورة معينة يرد عليه الخوري وبالعكس تماما برأيك يون قسم الآن تيار المستقبل هولي شو بيشتغلوه لكن السيجال طب مفاعل ما حدث خلينا نصيغه بطريقة تاني مفاعل ما حدث على تيار المستقبل هلا بيكون فيه البعض بالديورات عم بيتسابق تيورة الزلمة قبل ما يموت او قبل ما يزيح الله يطول بعمره فيه تسابق على الوراثة بس هذا التيار له أيضا حاضنة يعني وله مؤيديهم نصيغه طيب ما أقول لها ما أقول لها نلغي لآخر بكل الأحوال بكل الأحوال كان فيما يشبه يعني الإنزال الدبلوماسي بعد فيه وقت فيه تسع دقائق تسع دقائق تسع دقائق تسع دقائق يعطيني هدئة اسمحي دي شوي الخلافات اللي عم نشوفها أول شي فيه تسابق على الوراثة داخل نفس التيار اللي أوسع من التيار شوي يعني أكيد فرس سعيد أو فلان غطاس خوري أو الأخري ما رح يفكر يورات بس كمان يعني الرضا السعودية على فلان إذا مثلا عمل قصيدي حلوة انطية صدق طيب وصلت الفكرة بهذا الشأن كان فيما يشبه الانزال الدبلوماسي تحديدا الفرنسي في موضوع الضغط على إخراج السعودية خرج الموضوع بدعوة فرنسية للحريري كي لا يقال بأن السعودية كانت محتجسته برأيك ما هي الأسباب الفرنسية يعني الأسباب التي دفعت فرنسا إلى أن تقوم بهذا الضغط باختصار لو سمحت باختصار تقول لك يعني رح بقول لك القصة شي بعرفه أنا كمعلومات وبيفسر كل شي قبل كل هالأزمة كان في ضغط السعودي إسرائيلي قد ما بيقدر يضغطه على الأمريكان تا يضربوا إيران الأمريكان طبعا السعوديين أغبية والإسرائيليين خبثة بيعرفوا أن أمريكا قصة ضرب إيران منع عملية يعني هيك فقالتهم الأمريكان أنه أنا بغطي لكون عملية ضرب حزب الله من جهتي برفع عقوبات وإلى آخر أنتوا هيئوا المناخ ما قلت لك القصة ما هيكلم شي حكوا مع الأوروبيين الأمريكان حكوا مع الأوروبيين طيغطوا ضربة لحزب الله الأوروبيين قالوا لهم هايدي مغامرة بتروح لبنان ومش مضمونة النقاش الموقف الفرنسي هذا لا حب بسعد الحريري ولا وفا أكيد ما في حب السياسي في مصالح الأوروبيين خايفين من تهور من سلمان بحيث أنه يصير مشكلة كبيرة بالمنطقة هني من قصة سوريا ما طلعوا سلمين يرجع ينفتح مشكل ينقلب عليهم الأوروبيين ضد ضرب حزب الله مش حبا بحزب الله لأنه هايدي بنتروح للبلد وبدو يكون إلى تفاعلات كتير خطيرة بالمنطقة فالفرنسيين هني وعم بيلموا القصة هني عم بيتصدوا لمغامرة حمقاء تدفع باتجاهها السعودية وهي ضرب حزب الله يعني أنت بتعتبروا وعي أوروبي تقريبا وعي بيعرفوا مصالحهم الجماعة طيب موقع إلاف السعودي قابل رئيس أركان الحرب رئيس الأركان الإسرائيلي قادي أيزينكوت هاي المقابلة تحمل أبعاد في الشكل والمضمون والتوقيت برأيك ما هي الدلالات والرسائل من هذه المقابلة التلج عنها الآن نريد أن نتوسع بالموضوع أكثر ست ما في أن نتوسع بالموضوع لسبب المسألة من زمان أول شي لماذا أقيمت هذه التي اسمها المملكة العربية السعودية أصلا الله يرحمه مؤسس المملكة الرسالة اللي باعتها كيف هو بيعطف على اليهود المساكين هي عطف القصة ولا أحد شروط أنه بيجي على الملك بيساعدوه الأمريكان والغربيين يجي على الملك المسألة مربوطة بقصة قيام إسرائيل وهذا التاريخ لم ينقطع في مرة هلأ الآن في ضغط إسرائيل كبير أنه بدون يظهروا هذا الحلف الآن لماذا هنا مرضة الفرس لماذا تألك شي لأنه المحور يلي بوجه عم بيتنام بالديورات عم بيتسابق تيورة الزلمة قبل ما يموت أو قبل ما يزيح الله يطول بعمره في تسابق على الويراثة طيب فمن هون بتشوف أنه بين الساطر اللي بيقول السعودية ويلي بيزيح عن خط السعودية تنعمل ونسوّل إلى اللي بيفكر أنه بدي أورى التيار المستقبل هو مثلا تيار بكل أحوال بكل أحوال كان فيما يشبه يعني الإنزال الدبلوماسي ما عد في وقت في تسع دقاية بدي أستخدم الرضا السعودية على فلان إذا مثلا عمل أصيدي حلوة أنطية صدق وصلت الفكرة بهذا الشأن كان فيما يشبه الإنزال الدبلوماسي تحديدا الفرنسي في موضوع الضغط على إخراج السعودية خرج الموضوع بدعوة فرنسية للحريري كي لا يقال بأنه السعودية كانت محتجسته برأيك ما هي الأسباب الفرنسية يعني الأسباب التي دفعت فرنسا إلى أن تقوم بهذا الضغط باختصار لو سمحت باختصار تقول لك يعني رح بقلك القصة شي بعرف أنا كمعلومات وبيفسر كل شي قبل كل هالأزمة كان في ضغط السعودي إسرائيلي قد ما بيقدر يضغط على الأمير كانت يضربوا إيران الأميركان طبعا السعوديين أغبية والإسرائيليين خبثة بيعرفوا أن أميركا قصة ضرب إيران منع عملية يعني هاك فقالتهم الأميركان أنه أنا بغطي لكون عملية ضرب حزب الله من جهتي برفع عقوبات وإلى آخر أنتوا هيئوا المناخ طيب معلش ما قلت لك القصة ما هيك طيب حكوا مع الأوروبيين الأميركان حكوا مع الأوروبيين طيغطوا ضربة لحزب الله الأوروبيين قالوا لهم هذه مغامرة بتروح لبنان ومش مضمونة النجاج الموقف الموقف الفرنسي هذا لا حب سعد الحريري ولا وفا أكيد ما في حب السياسي في مصالح الأوروبيين خايفين من تهور بن سلمان بحيث أنه يصير مشكلة كبيرة في المنطقة هنا من قصة سوريا ما طلعوا سلمين يرجع ينفتح مشكل ينقلب عليهم الأوروبيين ضد ضرب حزب الله مش حبا بحزب الله لأنه هاي دي بنتروح البلد وبدو يكون إلى تفاعلات كتير خطيرة بالمنطقة فالفرنسيين هني وعن بيلموا القصة هني عم بيتصدوا لمغامرة حمقاء تدفع باتجاهها السعودية وهي ضرب حزب الله يعني أنت بتعتبره وعي أوروبي تقريبا وعي بيعرفوا مصالحهم الجماعة طيب موقع إلاف السعودي قابل رئيس أركان الحرب رئيس الأركان الإسرائيلي جادي آيزينكوت هاي المقابلة تحمل أبعاد في الشكل والمضمون والتوقيت برأيك ما هي الدلالات والرسائل من هذه المقابلة التلق عم الآن نريد أن نتوسع بالموضوع أكثر ست ما في أن نتوسع بالموضوع لسبب المسألة من زمان أول شي لماذا أقيمت هذه التي اسمها المملكة العربية السعودية أصلا الله يرحمه مؤسس المملكة الرسالة التي باعتها كيف يعتف على اليهود المساكين هي عطف القصة أو أحد شروط أن يأتي على الملك يساعدون الأمريكان والغربيين يأتي على الملك المسألة مربوطة بقصة قيام إسرائيل وهذا التاريخ لم ينقطع في مرة هل الآن في ضغط إسرائيل كبير أنه يظهروا هذا الحلف الآن لماذا هنا لماذا تألك شيء لأن المحور يلي بوجهم عم بيتنام قصة المحور الممتد من فلسطين عبر حزب الله في لبنان سوريا العراق إيران تتوصل إلى روسيا هذا حلف عم بيقوى فكل يوم هي خسائر كبيرة مستعجلين على إقامة على إعلان هذا الحلف ما هي هلأ الشيء اللي عم نشوفه بالإعلام ماذا كل عمره كان قائم بدون إعلام السعودية مش مرتاحة السعودية كل عمره عم تلعب من تحت الطاولة مع الإسرائيل وبتبيع كدين من فوق الطاولة هلأ بتكون طلعوا اللعب في فوق الطاولة طلعوا اللعب في فوق الطاولة من مقابلة رئيس الأركان إلى 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 كله هاي دي نوع من جرعات تيصير الشارع العربي وقت اللي بتعلن هذه القصة ما تكون ردة فعله عنيفة ودائما يحاولون أن يقسموا الموضوع إلى ما يريدون تعبيئته بالعرب أنه هذا محور سني عفوا إسرائيلي ضد محور آخر شيعي تقوده إيران يعني هذا الكلام الذي يحدث الإنقسان المقرف عذرا على هذا التعبير تيبرر شيء وهنا ليس جديدا بالتلاتة وخمسين جون فوستر دالس عرض على جمال عبد الناصر موضوع حلف قاله عبد الناصر حلف في واجهة مين الحلف بده يواجه خطر أي خطر قال له الخطر الشيوعي وقت الله يرحم الرئيس عبد الناصر قال له بدك ين يشوف خطر مزعوم على مسافة أربعة ألف كيلومتر وما يشوف خطر حقيقي على مسافة مئة كيلومتر هلأ اختراع لخطر الإيراني خطر حزب الله كل هذه الأخطار وتضخيمها من أجل تبرير قيام الحلف يعني أنا بعطيك على سبيل المثال يعني أوقات فيه كذبات بتفوت بالرأس فيه كذبات صعبة ورمينة كتير يعني حزب الله أطلق الصاروخ باليمن أول شي اليمن دولة كل العمر فيها جيش منو منو حبتين وبقتلي بيقولوا الحوثيين الحوثيين منو الميليشيا الحوثيين بمثلوا حوالي 30% أو ربما أكتر من نزمة للشعب اليمني فيهم ضباط بالجيش وخبر وإلى آخره منو بحاجة لحزب الله يروح يقوص الصاروخ أبرا منو بس هاي الكذب كل كله لتبرير إنو رأبتنا بالدأ فبتنخلص والرفض الإسرائيلي الطلب السعودي بشم حرب على لبنان لا يعني إنو هذا الود منقود أو فعليا منقطع ما بين هذين الجانبين بجملة واحدة لو سمحت برأيك كيف سيتبدأ الإعلان عن هذا الحلف بشكل رسمي وعلني فعليا بالخطوات فيما بعد يعني شو تتوقع كل ما يجري الآن خطوات هني هل يسعون متل ما قلتلك للقمة العربية ليش كانت القمة العربية مقررة بالإمارات حسب الحروف الأبزادية وتخلى الإمارات بتروح للجزائر ليش راحت للسعودية من أجل الإعلان عن هذا الحلف كل ما يجري الآن واللي أشرنا لإله ولبعضه من موضوع حزب الله للفت في لبنان للمشاكل بالعراق كله عملية تمهيد لإعلان هذا الحلف أنت بقدر بقدر أواخر أدار في عنده المشاكل مننا قليلة قصة الساحة الفلسطينية مش عم بيقدروا يطوعوها هذه واحد من المشاكل الشغل الثاني أنه قوة المحور يلي كانوا مفكري أنه رح يحطموا كل يوم تزداد قوة هلأ تقلق طبعا هلأ بحولي ما بخير التواصل الاجتماعي فيه نعم هذا اليسار الأميركي كل يوم بيسبب لي هلأ عم برح قطي مادني يسبب لي أكتر أقوى دولة اليوم في المنطقة بالبلاد العربية أقوى دولة هي سورية أقوى دولة عربي الآن من حيث انتهى الوقت بس لدي فضول لأسألك لماذا جملة واحدة فينا اللخ صح باللك ليش اليوم الاستعمار حاول يقصم شعبنا سني وشيعة وطوائف وقبائل وإلى آخر انتصار سورية قصم الشارع العربي من جديد بس اليوم الشيء المطروح بالوطن العربي انت مع سورية ولا ضده انت مع بشار الأسد ولا ضده وهذا يعني انت مع التحرر الوطني ولا ضده مع أمريكا وإسرائيل ولا ضده هذا الانقسام هو الذي يقود نحو الأمام اليوم سورية عاد عن عوامل كتير ما فيه إشرح وانا مش انا اللي بعرف كل العوامل القوية في سوريا ولكن اليوم أقوى دولة عربي هي سورية وأقوى نظام عربي هو سورية وأقوى رئيس عربي وانت بتلاحظ يعني أما بلاحظها بمظاهرات بتطلع من المغرب تونس حتى بالأرض نحتله وبأضايا أحيانا ما إلا علاقة مباشرة بسوريا شوي بترتفع صور الرئيس السوري هذا دليل قوة سوريا وصلت الفكرة ودائما التعويل على الوعي العربي المهم يعني هذا الوعي العربي أن يبقى يرفض هذا التطبيع مهما عملوا عليه أشكرك كل شكر الأستاذ نجاح واكيم منصق الجبهة مش منصق ناطق باسم الجبهة العربية التقدمية كل الشكر لك من جديد الشكر الأكبر لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من آخر طبع دمتم سالمين اشتركوا في القناة